وتطور على الساحة اللبنانية حيث وردنا من لبنان قبل قليل وافدت مراسلة رؤية من هناك بسماع ذوي انفجار في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت من جهته ذكر الدفاع المدني لبناني أن كوادره هرعت إلى مكان الحدث في منطقة معوض بالضاحية الجنوبية لبيروت إذن للوقوف على تفاصيل ما يحدث تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مراسلة رؤية من هناك جوانا نصر الدين أهلا بك جوانا إذن انفجار في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ما أبرز التفاصيل لديك جوانا حتى هذه اللحظة نعم أخلاص مساء الخير دعيني أولا أقول أنها المرة الأولى التي يقصف فيها الاحتلال بيروت مجددا منذ انتهاء حرب تموز عام 2006 أولا سمعنا دوي انفجار قوي جدا دوى في معظم أنحاء العاصمة اللبنانية تبين فيما بعد أنه انفجار في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا في منطقة معوض في البداية كان هناك حديث عن استهداف شخصية فلسطينية وسقوط عدد من الضحايا الأكيد أن هناك استهداف لمكتب حركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت الموجود بالقرب من أوتوسترات هادي نصر الله دمار كبير في إحدى الشقاق وحرائق في السيارات في الشارع حيث تم الاستهداف الإعلام العبري أكد أن الاحتلال استهدف بطائرة مسيرة مكتب لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت هناك أسماء كثيرة متداولة أود أن أنفي بشكل قاطع ما تم الحديث عن استهداف القيادي في حماس أسامة حمدان أو القيادي في حركة الجهاد زياد نخالة هما بخير هناك معلومات أولية تتحدث عن استهداف أو استشهاد صالح العروري ولكن تبقى معلومات غير مؤكدة ولكن الأكيد أن هناك ثلاثة شهداء في هذا الانفجار الذي وقع بالقرب من تقاطع المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت مصدر أمني يقول لرؤية أن مسيرة استهدفت شقتين تابعتين لحركة فلسطينية في مبنى في معوض وأيضا مصدر أمني يؤكد لرؤية أن مسؤولا فلسطينيا كان هو المستهدف في هذا الانفجار لن نتحدث عن أسماء قبل التأكد ولكن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث في معوض الجيش اللبناني وحزب الله ضربات سوقا أمنيا في محيط الانفجار أود أن أقول الآن تريدني معلومات أولية أن المستهدف في هذا الانفجار هو المسؤول في حركة حماس صالح العروري هذه معلومات أمنية تصلني في هذه الأثناء أن المستهدف هو لحظة أخلاص المستهدف هو ناصر العروري الناصر العروري نائب رئيس حركة حماس وهناك معلومات تقول بأنه كان سيلتقي الأمين العام لحزب الله حسن ناصر الله غدا هذه معلومات أولية وأيضا مصادر عبرية الاحتلال يتحدث عن هذا الاستهداف وكما تعلمين غدا سيكون هناك كلمة لأنائب الأمين العام لحزب الله حسن ناصر الله هذه هي المعلومات الأولية حتى هذه الساعة لا يمكن أن نتأكد لا يمكن أن نعلن هذا النبأ ولكن هذه المعلومات الأمنية الأولية التي تصلني في هذه الأثناء صالح العروري هو المستهدف ومعلومات أولية عن استشهاده في هذا الاستهداف بالإضافة إلى ضحايا آخرين سقطوا في هذا الاستهداف الإسرائيلي لقلب بيروت لقلب الضاحية الجنوبية معقل حزب الله هناك يعني نتحدث الآن عن مرحلة مختلفة بطبيعة الحال نتحدث عن الضاحية الجنوبية لبيروت أولا عن معقل حزب الله وقيادات حزب الله ثانيا نتحدث عن استهداف للمقاومة الفلسطينية بقلب بيروت لا نعلم ماذا ستحمله الساعات المقبلة ولكن الوضع في بيروت لا يطمئن ننتظر لنرى حزب الله ماذا سيعلن لأن هناك تكتم حتى أن أعلامه يتحدث عن ثلاثة شهداء حتى الساعة لم يؤكد أو ينفي اغتيال صالح العروري في هذا الانفجار ولكن الرد سيكون ربما غدا في كلمة حسن نصر الله أو ربما على أرض الميدان في الجنوب اللبناني سنرى ولكن نتحدث عن مرحلة جديدة تغيرت كل يام قواعد الاشتباق هناك استهداف واضح لبيروت للمقاومة الفلسطينية بقلب بيروت هذا هي الأجواء حتى هذه الساعة يعني كل ما وصلنا نقلنا إليكم وننتظر توضيح الصورة تماما ننتظر أن نتأكد من أنه صالح العروري نائب رئيس حركة حماس نعم أشكرك جزيل الشكر جوانا نصر الدين وراسلة رؤية في بيروت وأكيد ستنضمين إلينا عبر تغطية رؤية المفتوحة شكرا جزيلا جوانا ترجمة نانسي قنقر